يقول النازحون الفلسطينيون الذين يحتمون في الخيام في جنوب قطاع غزة يقول إن الظروف المعيشية لا تطاق وأنهم يعيشون بين الحشرات السامة وبعد فرارهم من القتل وصل مئات الألاف من الفلسطينيين إلى المواصي وهو شريط سحلي خصصته إسرائيل كمنطقة أمنة وحيدة في غزة واستظروف معيشية لا تطاق يحتم هؤلاء النازحين الفلسطينيين في هذه الخيام الممزقة في جنوب قطاع غزة وبعد فرارهم من القتل وصل مئات الألاف من الفلسطينيين إلى المواصي وهي شريط سحلي من الأرض خصصته إسرائيل كمنطقة آمنة وحيدة في غزة لكن الموقع يفتقر إلى المرافق الأساسية وسهولة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة الناس جاعة ولا أكل ولا شرب ولا أواعي ولا كسو والناس مشحشطة وما أحد مبسوط حتى نص الأكل الناس بتأكلوا وهو كله نصه رامل حياة يعني حياة جحيب يعني محدش أنه بقدر يستوعب هذه الحياة وتكدسوا معظم النازحين في المواصي في خيام غالبا ما تؤوي عائلات بأكملها لكن حرارة الصيف تهدد بتفشي الأمراض المعدية والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط السحلي تمتد من جنوب غربي مدينة دير البلح وسط القطاع مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح الفلسطينية جنوبا نحن خايفين ننزح كمان نازحة كمان لأنه الصحيح إسرائيل ما لاش أمان اليهود ما لهم مش أمان احنا قلونا الجنوب أمان ونزحنا من الشمال على الجنوب للأمان جينا على الجنوب على الأمان لقانا الأمان الموت قدامنا بانتظرنا بانتظر ولادنا بانتظر بناتنا بانتظر قريبنا الموت لقناه قدامنا يعني ما نقناش الأمان نزح ما قلونا في الجنوب وعدونا في الجنوب في أمان احنا نعرف فيه موت كلا نقدرنا في الشمال ويواجه النازحون في منطقة المواصل ومحيطها مخاطر بيئية وصحية كارثية جراء تكدس أطنان النفايات في ظل عجز البلديات عن القيام بمهامها بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق ومنع إدخال الوقود والآليات والمعدات اللازمة لعملها